عباد الله امة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقول لك ان دعوة الحق مهما حرم فهي منصورة. ابشر. افق فقد غلبت الامراض وحل العجز واشتعل الرأس شيبا. افق يا رجل. يا رجل يا رجل يا عباد الله امة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن حياتكم. القرآن لحمكم. القرآن دماؤكم. القرآن عصبكم. القرآن عرضكم. القرآن دنياكم. والقرآن آخرتكم. القرآن العظيم سبب عزكم. القرآن العظيم سبب نفعتكم. عباد الله القرآن العظيم. لو جعلتموه خلفكم. كنتم في ذلة وفي مسكنة. لانه حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا. وحبل الله دينه. وقرآنه المجيد. في اظهر اخوان المفسرين. عار واي عار. ان تدخل الانكليم. على وجهها. كأن ما قد تعلمتها. على اهلها. ومن ويدوا راضعين لحروفها. وآدابها. عار عليك. ان تدخل لغة ولغتين. وثلاث لغات. من لغات الاعاجم. ولا تستطيع ان تقيم لغتك العربية في جملة واحدة. يفهم منك الفاهم بيانة. ويسمع منك الفصيح بلاغة. عار عليك. عار عليك ان تبع سبب عزته. وتتمسك باسباب دلتك. عار عليك. فهذا لا يدل الا على فسولة الرأي. ولا يدله الا على طنص البصير. عار عليه ان يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه. قد علاه الغباب. عار عليه ان لا تقبل على كتاب الله الا اذا اصابتك المصيبة. وانا اذا لوي منك خلف الظهر الذواع. عار عليه ان لا تعود الى الله الا اذا مرتت عجز. عار عليه ان لا تلتفت الى نعمة الله عليه. عار عليه ان تجعل القرآن خلفك ظهريا. ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا. عار عليه ان لا تكون فاقعا لصورة قصيرة في جذاب الله جل وعلا. عار عليه ان لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا. عباد الله ينبفي علينا المثير. وينبفي علينا ان نكون عاقلين. ينبفي علينا ان نكون واعين. لاننا اذا لم نحرص اذا لم نحرص على صالحنا نحن فلن يحرص على صالحنا اعداءنا. واذا لم نحن اعراضنا نحن فانه لا ينتظر من اعدائنا ان يصولوا اعراضنا. واذا لم ندافع عن ديننا نحن فان الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء. الا اذا استبدلنا واذهبنا ظاهرا وضاطلا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم لا يكونوا امتالكم. الى متى ضياعكم? الى متى خلوعكم? الى متى جلكم? الى متى قعودكم? الى متى رقودكم? الى متى هذا السباة عقاد الله? والقرآن المجيد يقرع اذان القلوب في الصباح او في المساء. وما من مجيد? والنبي يشكوكم الى ربه. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تفقهوا في كتاب الله ولا تدعوا يوما يمر من غير ان تنظروا في القرآن العظيم.